بسم الله الرحمن الرحيم مما ينبغي على الشيعي الوطني أن يعيه ويفهمه هو الأسباب التي دعت الأعداء للتخلص من الإمام الحسين عليه السلام وتصفيته وقتله وحسب فهمي والإنسان لا يتعدى فهمه إن من تلك الأسباب ما يليه أولا بغب أبيه وجده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وخصوصا من المنافقين والمتبررين من بزوغ شمس الإسلام المحمدي وعدل الولاية العلوية ثانيا الفساد المستشري آنذاك في مدعي الإسلام وخصوصا بنو أميه عليهم اللعنة ولا سيما بعدما سمعوا تصريح الإمام الحسين عليه السلام إذ قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي فكان في استاطي الإصلاح والفساد على طرفين قيض كما يعبرون ثالثا قلة الناصر له سلام الله عليه أعطى إشعارا وضوءا أخبراه لأعداء الدين والمذهب وأعطى فرصة للمتربصين بقتل الإمام الحسين سلام الله عليه رابعا الإعلام الحكومي الظالم منذ أن قتل الإمام علي عليه السلام في محراب الصلاة فقالوا أو كان يصلي وإلى ثورة الطف الأبي التي جعلت من الإشاعات وبس الفتنة بين عوام الناس محركا للعقول التافهة ثم سب علي أمير المؤمنين على المنابر ثمانين عاما وهكذا حتى وصلت النوبة للإمام الحسين بعد فتنة إعلامية طائفية فاسدة خامسا التبعية التي وقع فيها حكام الظلم والجور من بني أميه وبعض من سبقهم للدولة البيزنطية والفارسية والأتراك وما شاكل ذلك مما تسبب ببث الفتنة وضياع الحق وتضيع ما جاء به خاتم الأنبياء من الدين والأحكام والشرح فصار قتل الصبط النبي واجبا لا مناصعا فقدم الأموي وهو مؤخر وإنا لله وإنا إليه راجعون سادسا إنه الحقد الدفين ضد الرسالة والنبوة والولاية بل الإسلام أجمع حيث يثبت ذلك قولهم لا تبقوا لأهل البيت باقية اقتلوا حتى الطفل الرضيع وما ذلك إلا من أجل الدنيا والسلطة والملذات التي لولا قتلهم سلام الله عليهم لحرم الفاسدون منها سابعا أنه التزوير والكذب والإفتراء على الله ورسوله حيث محي الكثير من أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وحذفت وحرفت كخطبة الغدير والأحاديث التي فيها مدح وتعظيم لآل البيت سواء لعلي أمير المؤمنين أو صبطي رسول الله صلى الله عليه وآله بل والخروج عن ما جاء به القرآن الكريم من وجوب المودة لأهل البيت عليهم السلام إذ قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثامنا تعظيم من ليس أهلا للتعظيم بدلا عن أهل البيت كتقديم بعض الصحابة عليهم وتقديم بعض زوجات الرسول عليهم وإعطاء زمام الأمور إلى الشورى تارة وما كانت الشورى إلا لأمور المسلمين فقط والوصية من أمور الله ورسوله وإعطاء زمام الأمور للجمل تارة أخرى فزوجات الرسول وإن كن أمهات المؤمنين التي وجب عليهن أن يقرن في بيوتهن فهن ليس أهم وأعظم من الرجال المؤمنين في قيادة المجتمع الإسلامي رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وإلى هنا ينكسر سنان القلم